أولا التشبه بالشيطان من يتشبه بالشيطان فيما يعلمه أو يعرفه من صفاته أو يتخيله من هيئة الشيطان وهذا أعظم ما يكون في هذا الباب وأخطره واستجد الآن في هذا الزمان أشياء ما أظنها كانت موجودة في الأزمنة السابقة ومن ذلك أقنعة تباع على صورة شيطان فيما يزعمون فيلبسها المرء على وجهه فتغير وجهه وهيئته إلى هيئة خبيثة قبيحة مفزعة ويمشي بين الناس وهو بهذا التشبه بهذا التشبه هذا من أولى من يدخل في هذا الوعيد وفي هذا النهي عن التشبه بالشيطان وأيضا من أعظم ما يكون في هذا الباب وأخطره التشبه بالشيطان في غاية الشيطان وهي الصد عن دين الله الصد عن دين الله فالشيطان وظيفته هذه صد الناس عن دين الله فمن عمل هذا العمل وأخذ يعمل في صد الناس عن دين الله وإقاعهم في الباطل أصبح من جند الشيطان متشبها به في إغوائه وإضلاله للناس فيصبح هو بهذه الصفات ماذا؟ شيطانا كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي شياطين شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هذا من أشد ما يكون يتشبه بالشيطان في وظيفته التي الإغواء إغواء الناس وصدهم عن دين الله عز وجل أحد الظلال قديما يتفاخر بوصوله إلى هذه المرتبة يقول معنا قول يقول قد كنت امرأا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي يعني من شدة توغله في هذا هذه العواية وهذا الإضلال هذا من أشد التشبه بالشيطان أن يعمل بوظيفة الشيطان ومقصده في إغواء الناس وصدهم عن دين الله ومن التشبه بالشيطان التشبه بالشيطان في شيء من أعماله ولو قلت لا يستهام بذلك لا يستهام بذلك فانظر على سبيل المثال الحديث الأول قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال لا تأكلوا بالشمال ثم ذكر في علة النهي قال فإن الشيطان يأكل بشماله فإن الشيطان يأكل بالشمال قال لا تأكلوا بالشمال إذن من يأكل بالشمال يتشبه بالشيطان يتشبه بالشيطان ومن يأكل بيمينه يتشبه بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي دعا إلى ذلك ويحب التيامن في أموره كلها فبعض الناس يرى أنها مسألة يعني سهلة أو بسيطة وليست هنا يصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا أنه تشبه بالشيطان ومن يرضى لنفسه الكريمة الطيبة الفاضلة العالية الرفيعة أن يكون فيه ولو صفة واحدة من صفات هذا العدو والله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا أليق بالنفس الشريفة العالية الرفيعة أن تتشبه بأعدى أعدائها وأشدهم عداوة قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال الآن يعني أنبه الصغار وأبناءنا يعني الآن استجد نوع من الأطعمة أيضا ما كان موجود في الزمان الأول خاصة في الفسعة الدراسية للطلاب بعد الحصة الثالثة أو الرابعة يشتري واحد سندوش قطعة من الخبز فيها شيء من الطعام وأيضا عصير فتجد كثير منهم بإحدى اليدين فيها العصير والأخرى فيها السندوش أو العكس فكل اليدين فيها واحدة فيها شراب واحدة فيها طعام فيأكل بيمينه ويشرب بشمانه أو يشرب بيمينه ويأكل بشمانه هذا واقع في النهي ولهذا ينبه الطلاب ويوضح لهم هذا الحديث فيأكل بيمينه ثم يأخذ العصير بيمينه ويشرب أكلا و أصلحهم الله وحفظهم أصلحهم الله وحفظهم أصلحهم الله وحفظهم نعم